هيدا الأفلام مقالا مكان بصلاة التجارية للأسف هي أفلام عربية أو لبنانية بتحكي عن مواضيع حساسة في كتير أفلام شهدنا على أفلام من منعة ببلدان أخرى عربية الفيلم العربي صار إلوه مكان بالعالمية وشوي شوي يعني دورنا خف بالمعنى اللي كنا قبل عن جد كان فيه غياب تام لهيدا الأفلام بالألفان وواحد كانت أول دورة لأيام بيروت السينمائية كنا أنا وغانيا مروي دنايناتنا من ديار المهرجان وكان أكتر الفكرة أنه كيف نحنا منحب نشوف صورتنا صورة هيدا المنطقة اللي كانت مش موجودة بالأفلام يعني اللي ما كان فيه حياة الناس العادية وهمومهم والقصف طبعهم فحسينا نحنا أنه لا فيه أفلام عم تنعمل بالعالم العربي فيه أكتر هالنظرة الشخصية ونظرة المؤلف وعن هاي الأفلام نحنا منحب نحكي يالله مول فيه معنا الموضوع كانت أكتر مرة حسينا أنه كان فيه خطر عن مهرجان أنه ما يصير لأنه كانت سايرة حرب إسرائيل علينا هانية وقتها أصرت أنه بتاعنا عمله لأنه هاي دي الطريقة الوحيدة لنحنا نفرجة كمان أنه نحنا قدرين نقاوم بالمعنى الثقافة ونستقطب ناس وجمهور كانت لحظة مفصلية خاصة بالبلاد اللي كانت السينما عندهم كتير مأسسة ومطاعت الفرص كتير للشباب الحركات التحرورية السورات الانتفاضات بتخلق دايما من بعدها تفكير راديكالي مشان نسف طريقة معينة أو اتكار طريقة جديدة بطل فيه خوف بطل فيه خوف بالهوية يعني الشخص اللي عم بيعمل هالفيل معد عنده كتير خوفي يحكي عن حاله أو يحكي خارج النورم أو خارج المينستريم اليوم نحنا عم نلغي الحيطان عم نطلع من صلاة السينما واليوم هيدا شي عم نعم وبلشناه بدورة اللي قبل من أيام عم نطلع على مساحات أخرى مساحات مجهزة بس منا صلاة سينما حتى تنعرض هيدا الأفلام وتوصل وتنتشر أنا مبرمجة لخاني خاصة اسمها في هذا المكان هي أفلام خاصة بالحرب الأهلية وكيف أرشبت هالأفلام حقبات من الحرب الأهلية خاصة الأمكانة خاصة عم نحكي عن وسط بيروت وفيه أفلام جديدة كمان لحتى نشوف كيف هالحقبتين بتعاتهم مع بعضهم لما بيثوروا خاصة مثلا بيروت وشوارعة جديد جديد اشتركوا في القناة نشئ اشتركوا في القناة الانعجم هؤسست انت oppressed